نقل زعيم الحزب المعارض الرئيسي لكوريا الجنوبية لجايم يونغ على عجل إلى المستشفى لتنقل إصعافات اللازمة أثر تعرضه لهجوم سهدفه بالطعن خلال زيارته الرسمية لمدينة بوسان جنوب البلاد وتعرض لي إلى الطعن على مستوى الجانب الأيسر للرقبة من رجل لم تحدد هويته بعد ويترأس للبالغ من العمر تسعة وخمسين عاما الحزب الديمقراطي وكان خسر السباق نحو رئاسة البلاد أمام منافسه المحافظ يونيوك يول العام الماضي ويعرف ليبي توجهه الليبرالي وأسلوبه الجريء والصريح وينظر إليه مؤيده كبطل مناهد للنخبة قادر على إصلاح المؤسسة السياسية في كوريا الجنوبية ترجمة نانسي قنقر